موسيقى نبض بيروت حلقة جديدة مباشرة عبر هواء الو تي في وهذا المساء ضيفنا لبروفيسور جاسم عجيئة أهلا وسهلا فيك الباحث الاقتصادي مساء الخير لإليك ولمشاهدين شكرا على دعوتك ستة جريس أهلا وسهلا فيك شكرا يعني كل الناس عندهم واحد اليوم سؤال واحد اليوم دولار لوين ليرا لوين شو رح يصير كنا وصلنا لمرحلة استقرار بحدود لعشرين ألف أو أكتر شوي تطورات قضائية ما نعرف إذا هي السبب ولكن بالتزامن مع هذه التطورات رجع ارتفع الدولار يعني أولا هل استقرار الدولار على العشرين ألف كان طبيعي؟ هو كان ميكانيكي يعني لكي ستة جريس بس لحتى نشرح الفكرة استقرار العملي بيجي من استقرار الاقتصاد وبالتحديد استقرار النمو الاقتصادي يعني بكلام أبسط كل سنة لازم تسجلي 3% زيادة بالنتج المحلي الإجمالي تحتى تقولي عن عملتك أنه مستقرة وهاني ما في داعي لألا مصرف مركزي ولا لحد أنت يدعم عملتك عملتك مستقرة إذا سجلتها 3% نمو حقيقي بشكل مستقر المشكلة عندك في لبنان ما في هذا الاستقرار بالنمو يعني تتذكري بال2007 إلى 2010 وصلنا 19% رجعنا بالـ 11-12 نزلنا للـ 2% رجعنا وصلنا لـ هذه السنة وسنة الماضية واللي قبلها كنا بالسفورة يعني بالـ 2020 وصلنا للناقص 26% فإذا في عندك تقلبات وبالتالي تلقى أي عملتك ما بتثبت هلا اللي كان صاير سابعا يعني قبل الأزمة إنه كان مصرف لبنان عنده كفاية من الدولارات كان حططلك العملتان بين إيديكي بتتقلبي من الدولار للليرة بدون أي إشكالية وما كنت تحس كنت تدفع الدولار على أساس ألف وخمسة أو تدفع الألف وخمسة على أساس دولار وسعيح أنه كان التسعير ينحط بالدولار بس أنه عطول يعني ما كان فيه هالاهتمام له لأنه كان فيه عندك دخولية للدولارات كان فيه دولارات كفاية بالـ 2019 بلشت الهتزازات الجدية إذا بدك بسعر الصرف اللي جاي نتيجة أول شيء المالية العامة لأنه مدينية الدولة كتير كبيرة عندك 100 مليار دولار دين واثنين إجا التصنيف طبعولة للدولة إجا تصنيفها بحسب وكاليته التصنيف الاقتماني سيء كتير يعني كأنهم عم بقولوا أنه نحنا راحين على أزمة كتير كبيرة وحتى عملوا سيناريوات لإعلان الإفليس هني عملي سيناريوات ومنشورين وإجت بأيلول الضربة من قبل السلطات الأمريكية من ناحية وضعها جمال تراستبونك على لائحة العقوبات وكان فيه إنزار واضح للمصارف اللبنانية أنه أنتم تبهوا عم بتمولوا بموضوع النفط عم بتمولوا التهريب على خارج الحدود وبالتالي تقلص حجم الدولارات اللي عم بفوت على لبنان تقلص بشكل كتير كبير وهذا الأمر خفف من الكتلة النقدية تبعولة الدولار وصلنا بالـ 2020 بـ 7 أزار أعلنت الحكومة وقف دفع سندات اليوروبانز نزل مدخول أو دخول الدولارات على لبنان نزل تقريبا لمستويات متدنية هلأ أكيد فيه تفجير جريمة مرفق بيروت يلي رجعت أدخلت بواسطة المساعدات مبلغ من المال بس هذه معايدة تكررت المساعدات بالـ 2021 وهلأ يعني بعدها مساعدات غزائية بحت بطلت مساعدات مالية مثل ما كانت سابق فإذن شو اللي عملوا مصرف لبنان نعم بـ December الماضي يعني بـ Canoon الأول الماضي طلعت الدولار اللي تتذكر يا حضرتك وصل لمستويات بالـ 33 ألف مضبوط مضبوط ام شو عمل قال أنا ما بقى فيي حط العملتين بالسوق جربت شيل الدولار من السوق واترك الليرا اللبناني فز الدولار لمستويات عالية لأنه الناس صاروا ياخدوا الليرا ويروحوا يشتروا فيها دولار وين ما كان يكون هلأ شو عمل هلأ ترك لك الدولار وسحب اللبناني من السوق حتى ما تعود تقدر تضار به وهذا هو روحية التعميم فإذا التثبيت هو ميكانيك يعني حرمك من المضاربة مقابل يعطيك الثبات بالسعر هلأ هذه الشغلة هي تقنية من جاي من وراء شيء اقتصادي بحت يعني عندك نمو ثابت لحتى تقولي العمل بتثبت معه أنا اللي بقوله بآخر يعني جمعة الماضي بتتذكر يا حضرتك طلعت دولار لا الجمعة اللي قبلها طلعت دولار شوي تحرك الدولار بالسوق السوداء صاروا الناس يسألوا لاي وما لاي كانت من وراء الأزمة الأوكرانية يلي رفعت أسعار السلع والبضائع بالعالم كله وقام من وراها تلقائيا صارت تجار بحاجة لدولارات أكتر قاموا راحوا على السوق السوداء امرتفع بالسوق السوداء هلأ زاد على هذا الشغل قصة الإجراءات القضائية يلي عم بيقون فيها القضاء بحق المصارف انت بتعرفي حضرتك بتعرفي أن أقفال المصارف هاليومين بيغيبون عن منصة صيرفة يلي هني هني لعب أساسي بعرض الدولارات عليها وبالتالي مين بدي يغطي هذا الجاب حكينا نحنا وحضرتك مبارح عن هذا الموضوع في عندك نقص من إبالون فإذا تلقائيا رح يروحوا على السوق السوداء رح ترجع ببين السوق السوداء لأن التعميم 161 بخلال هالتلات شراء اللي حضرتك سكرتين سحقتها للسوق السوداء يعني ما بقى موجود السوق السوداء نظرا أنه كل شي صار على منصة صيرف هلأ غيب عندك اللاعب أساسي اللي هو المصار زاد ساعد بارتفاع السعر لأنه ما بقى فيه عرض كيفي هازم بس إذا بتسمح لي هلأ رح نكمل عن أضراب المصارف وشو ممكن تداعيات هذه الأمور على الحياة اليومية للمواطنين طبعا فيه ارتفاع للسلع فيه ارتفاع للمحروقات فيه ارتفاع بالأسعار طبعا ولكن معلاش لأنه معلومات الاقتصادية على قدة وأكيد فيه عدد من المشاهدين ما كتير بيفهموا بالقرام تنبسط الأمور أكتر فيه نظرية بتقول بتشرح لنا خضرتك قداش مزبوطة أنه الاستقرار الليرة بمقابل الدولار على الـ 1500 طيلة السنوات السابقة كان اصطناعي لأنه كان مصر في لبنان عم يأخذ من هون ويدفع من هون حتى يظل في استقرار معين أو من أموال المودعين أو ما إلى هنالك العشرين ألف لما سبتنا أو سبت شهر كمان كان مصر في لبنان عم يأخذ من أموال المودعين ويدعم مزبوط مش دقيقة التاني حالي مش دقيقة تاني حالي مش دقيقة تاني حالي مش دقيقة أي تفضل أي يعني رح قربلك بيناتهم عم نشوف إذا هذا الموضوع يعني بدو يوصل إذا كان دقيق بدو يوصل لمرحلة أموال المودعين بدو تخلص شو بدو يسيح؟ لا لا اسمحي لي نتفضل أي تفضل أول شي فيه الاحتياط الإلزامي اللي هذا ما حدا بيقدر يدق فيه ومصر في لبنان ما بيقدر يدق فيه عرفتي كيف عادة بقرار من المجلس المركزي بس هذا بيكون علني بيقرر أنه يخفف من نسبة الاحتياط الإلزامي بس هون المصارب يرجعوا للمصارف ما بيقدر يستخدمون عرفتي كيف بدو يعطيهم للمصارف تحت المصارب يرجعوا يردوهون للزبيين الفرق سابقا عرفتي كيف؟ نعم سابقا قلت لحضرتك أنا إذا تتطلع من سنت خليني أقول بس الألفين بتعدي عدد الإضطرابات اللي صارت ايه؟ اقتصادك ولكن بمرة من المرات صلب يعني حتى هذه الفترة اللي بيسموها الفترة الزهبية بين الألفان وسبعة والألفان وعشرة هي إجت شو بقولوا إجت بدون تخطيط يعني نكبر سميل الخليجيين بلبنان بالقطاع الخدماتي رفع هالنمو بشكل كتير كبير بس ما كان فيه الأسس لأنه راح بقطاع الخدمات ما راح بقطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة حتى يقدر يأمن لك اقتصاد متوازن إلى حد معي نعم هوني في عندك سياستين يا أما بتقولي أنت الاقتصاد بيأمن لي ثبت بسعر العملة يا أما أنه الاقتصاد ما بيأمن لي لأنه ما هي عندي إصلاحات اقتصادية لأنه ما عم بعمل شيء للاقتصاد لأنه ما عم موجه رؤوس الأموال اللي عم بتفوت على لبنان نحو القطاعات اللي لازم تنعمل 85% من استهلاكي هو مستورات فإذا بالتالي بتقولي ما في سبت بهذه القناة الخيار التاني هو بواسطة الاحطياط لما كانت الحكومية تقول أنه بدنا سعر ليرة سيبت المصرف المركزي كان من وراء الاحطياط طب عوله وهان كان يعطيك دولارات معطم من احطياطه عرفت كيف ويلي في قصم منه من أموال المودعين لحتى أنك تسبت يعني بتجبيل وانتي 1500 بيعطيك مقبيلة دولار وسكن في دخلية للدولارات هون بآخر مرحلة الطريقة مختلفة جداً عندك كتلة نأدية من الدولارات هالأد وعندك كتلة نأدية من الليرات هالأد بتوازنيهم مع بعضهم بما أنك انت نزلي عم تستوردي عم تستوردي لأنه بعد ما تغير شيها من سنة 2019 لليوم ما أخذت الحكومة ولا أي إجراء عرفت كيف بهذا الموضوع بما أنه هالكتلة الدولارات عم تنقص لأنك عم تستوردي حتى تضلك انت سيبتي بمستوى معين بديك تسحبي من الليرات يلي موجودين بالسوق لحتى ما تسمحي بالمضاربة فإذا هون يلي صار هلأ كل الكتلة النأدية وهان هادي لأنه نعم بغلطوا فيها مبارح كنا بهذا الحديث اسمحي لي بس لأقلك عسعر الصرف السوق السوداء اليوم تتقدري تسحب كل الشي فيه ليرات بالسوق بالتداول ويلي قيمتهم 30 تريليون ليرة بدك مليار و300 مليون دولار فإذا الأرقام اللي عم يعطوها كلها هاي أرقام منفوخة ما بتعكس الحقيقة المصرف المركزي بحسب الأرقام يلي عملت اللي حسابات صارف من وقت التعميم 161 لليوم بحدود 260 مليون دولار كحد أقصى بمعدل إذا بديك خليني يقول 3 مليون دولار يومياً البقوي إذا شايفوا الحجم كبر على منصة صارفة لأنه المصارف والصرفين صاروا بحطوا عملياتهم على المنصة فإذا هذه مجموعة كل العمليات هلأ خليني أرجع لإلك التقنية اللي استخدمت بالتعميم 161 هي تقنية متل ما بقولوا بحت ما في إلى أسس أقتصادية هي بتنص على سحب الليرات من السوق لحتى تضلك محافظة على سعر توازن لشان هيك بلشت تحس بنقص الليرة بالسوق وإذا بدك تكفي على هالمعدل بسعر سبيل راح تحسي يوم عن يوم زيادة عن اللزوم إنه في عندك نقص بالليرات وقال لا بس تتركيه هون ما أنت دولاراتك عم بيزمه راح تصالي لمطرح مبارع يضل فيه معك دولارات هذا كان من المفروض على الحكومة من سنة 2019 منه تكون في عندها الخطة وهذا الخطة تكون تبلش بعملية إصلاحية الإجراءات بدأ وقت سنة لسنتين بعد السنة سنتين بترجع بتحسي برياحة هلأ للأسف يعني تأخرنا كتير بهالأمر بس نظرا للأزمة الأوكرانية نظرا للملفات القضائية نظرا للخلافات السياسية نظرا للانتخابات من المتوقع أنه الدولار يرجع يطلع سؤال كل اللبنانية بيسألوه بصريح العبارة معي دولار بصرف ولا لا ليكي أنا عطول يعني مش أنا معي أنا ما معي بس ليكي أنا عطول أنا يعني مثل ما بقوله عطول كنت أقول أنه عرفت كيف اللي ما بيأمن بعملته يعني ما بيمشي الحال هلأ المشكلة بس لأقلك المشكلة أنه لو كل الناس تصرفت بزيت الطريقة وحفظت على عملتها خلت عملتها بيدها عرفت كيف ما كان فيه إشكالية كانت العملية بتظلم حفظها على قيمتها المشكلة أنه راحوا حولوا لدولارات وهذا التحويل للدولارات يعني كان له دور كتير كبير بالضرب بضرب العملي اليوم يلي بقوله بس اسمحي لي اليوم يلي بقوله يلي معه دولارات ما يصرف إلا حاجته هدي نصيحتي أوكي يعني ما يصرف الدولار إذا ما أنه بحاجة لا يصرف ما يصرف وين بديكتوه سائي عرفتي كيف وين بديكتوه سائي بسلطة لحد هلأ ما أخذت ولا إجراء تعطى تحمل ليرة بما يتعلق بالإجراءات لأنك قتيت على ذكر الحرب روسية ضد أوكرانيا أو العملية العسكرية مثل ما يطيب للروس أن يسمونها يعني برابع يوم من هذه الحرب روسية قامت بما يسمى بالكابيتل كونترول للحفاظ على الروبل الروسي وكان بحديث معنى السفير الروسي مش من زمان للحفاظ على الدولار عبدون بس بها المعنى يعني قال أنه عسى اللبنان أن يتمثل بروسية ويعمل كابيتل كونترول كيف تشوف أنت هذا الموضوع كابيتل كونترول ما أنه موضوع مهم للحفاظ على العملة ما أنه أنه مهم للحفاظ على الليرة أداش مهم أن تقر القوانين هو جملة من قوانين أو هو أنون بيسلة من القوانين الإصلاحية يلي من المفترض أن يقوم بها البرلمان من جهة الحكومة اللبنانية عندها كمان شغلة من جهة أخرى ما في قارن روسية ولبنان مع بعضهم لأنه عم نحكي عن شغلتين يعني ما بيتقارنه بساني إذا بتسمحي لي إفتحها لالان صغير تفضل يحكي بالمعلومات أنه في ناسة هربوا مصريتهم على روسية حتى يزمتوا من العقوبات بالمصارف الغربية هذا الكابيتل كونترول اللي حضرتك سكرتية عن روسية هلأ حرمهم أكيد من مصريتهم لأنه ما بقى ياخدوهم إلا بالروبل وبحسابات يعني عرفتي كيف أكلوه أكتر من ما لو تركوا مصريتهم هون على رغم من كل شي صار على كل حال هذا لأ خليني يقلك نعم الكابيتل كونترول كان لازم ينقر من أول نهار بـ 17-20 17-20 نعم وأنا بأعتقد يعني ما كانت لازم تفتح المصارف بدون ما يكون فيه كابيتل كونترول لأنه هذا عمل حالة هلع وانت بتعرفي يعني أنا بتذكر لأني بعد نحفظهم للمساجات عندي عملهم باك أب على الكمبيوتر إذا مني يعني ما عم بيلغ إذا بقلك بخلال أسبوعين يمكن أكتر من شي 2000-3000 رسالة واتساب إنه المصارف أفلست هذا المصارف أفلست هذا طار المصريات هذا بعدنا كنا بأول الأزمة يعني بأول هذه هذا خلق شعور كتير كبير بالهلع وأنا يعني من الأشخاص اللي بقول إنه ما كان لازم يفتحوا بدون هالكابيتل كونترول بس شو فيه الكابيتل كونترول محتوي عادة بتعريف الكابيتل كونترول إذا بتروحي هلأ بتعملي بحث عنه بتلاقي إنه الكابيتل كونترول هو مجموعة إجراءات الناس ما بفكروا إلا بس بالشق المالي شق المصاري هو بيتضمن مش بس المصاري رأس المال مثلا إذا بدك تقولي الماكينات كل شي بيستخدم بالاقتصاد بالصناعة بالزراعة إنك الضهري لبرا هذا بيناعمل له كابيتل كونترول وزيادة عن هاك يلي نقام تهريب من قبل عصابيت خلال الفترة الماضية وحضرتك بتتذكري ضعاطنا اللي كانوا مدعومين من هون كنا نلاقيهم بالسويد بتركيا بأستراليا وصلوا بأستراليا عصابيت عرفتي كيف وبيطلعوا بيعملوا إنه هني ما خصهم بشي وإنه هني ضحية كمان مثلنا مثلهم مثل حيالله مواطن عادي لا هذا الأمر مش صحيح فإذا كان لازم كله يكون موجود بقلب الكابيتل كونترول بخلال هالمرحلة للأسف من عمل هلأ السؤال عشو بديك تعمل الكابيتل كونترول كرميل شو أنت بالوقت الحالي لأ ما خليني عم فكر أنا وياك على الصوت العالي بس لحتى نقدر هلأ شو بديك تعملي بعد الكابيتل كونترول كرميل إنه تعملي شو بديك تعملي كابيتل كونترول تحتى بس الضخي ما صاري أنت بقلب الإقتصاد دغري هذا المصريات ما يرجعوا يطلعوا لبرة نعم بس بذات الوقت ستنا يحجت التصدير يلي عم بيصير هو التالي يعني فيه نقطتين وهو ما حدا بيحكي عنهم لأنه إذا بديك صانعي السياسات الإقتصادية كمان يعني مش رح أقول إنه هني متواطين ولكنه خليني يقول تحت تأثير أصحاب النفوذ ما رح أقول أكتر من هالقد وبعتقد إنه حضرتك والمشاهدين تفهمي عن شو عم بحكي نعم ما رح يحطوا عرفت كيف التصدير عرفت كيف وعائداته ضمن الكابيتل كونترول ما رح يحطوا هذا التاجر يلي بيجيب من بره بيستورد بيرجع بيردون لحتى يطلع مصرياته لبريت البلد يبيعون بره إنه يرجع يرد المصريات يعني على كل حال هذا الأمر عرفت كيف كان لازم يكون موجود بالنص بس ما يعني هلأ إذا كان فيه اتفاق مع صندوق الناد أنا بأكد لك إنه صندوق الناد ما رح يضخوا لليرة بدون كابيتل كونترول لأنه بدوا إنه هالمصريات اللي يعطيك إياهون يضلون بالاقتصاد عرفت كيف هذا الأمر ما بيعني إنه تستوليت للكابيتل كونترول أنا بأعتقد إنه الكابيتل كونترول عنده حيسيته وعنده إلزميته بحيالله لحظة بس بدنا ننتبه لطريقة صياغته لأنه صياغته يعني إلى تدعيات كمان معينة وبدك تعرفي إنه بدك إلزمياً حده لهذا الكابيتل كونترول بده يكون فيه معك اتفاق مع صندوق الناد لحتى ترجع تردي الثقة هلأ بروسية سكرتلي حضرتك إنه نحطه الكابيتل كونترول بس مين بفوت مصاري هلأ على روسية ما هذا أنت لما بيجي الصندوق النقد حتى لو عاملي كابيتل كونترول وبدخلك مصاري تلقى أيام بيصير فيه ثقة دولية بيرجعوا ويدخولك مصاري يعني بتعرفي أنت إنه هذا الكابيتل كونترول عمل الإطار اللي يليز هلأ هون يصار فيه استغلال إلى حد معين بالإعليم لموضوع الكابيتل كونترول عرفتي كيف لأنه فيه منهم اعتبروا أنه فيه تبرئة للمصارف فيه منهم اعتبروا أنه هلأ المصارف بدهم تحتى يحموا حالهم قانونيا فيه منهم بغض النظر يعني بغض النظر عن النواية إذا بدك الكابيتل كونترول هو شغلي لبلد عرفتي كيف بأزمة لازم يكون فيه كابيتل كونترول حتى تقدري تلجمي إذا بدك هروب رؤوس الأموال بس لأعطيكي مثال كتير بسيط لحتى الناس تقدر تفهم وتعرف أنه الأمور معقدة بمصر مصر طلبت من صندوق الناد برنامج ومصر يحكى فيها هلأ كمثال من ناحية نجاح البرنامج بصندوق الناد بين جمعة طال ماضي لليوم طالع من مصر تهريب رؤوس الأموال هني مش بيقولولون تهريب بيقولولون هروب رؤوس الأموال هروب رؤوس الأموال لأنه فيه له صفة رأس المال بيقولوا شرح وجبان شرح لأنه بحب الفيدي العالية جبان لأنه بس يصير شيء بيهرب دغري لا لأنه مصر متعلقة بنسبة كتير كبيرة بالاستيراد من أوكرانيا ومن روسيا وبالتالي رؤوس الأموال خافت طالع مننا نسبة كتير كبيرة هلأ إذا بتطلعي بالجنيه المصري قيمتوا نزلت كتير من قبيل الدولار لا لأنه هربت دولارات لبرة خفت هلكتلة النقدية من الدولار لذلك بتقليلي أنه هلأ مصر لازم تعمل كابتال كونترول نا أنه منش بأزمة بس بديك تعرفي إذا ما علت فويدة إذا ما حصنت حالة على صعيد الاستيراد بدأ أكيد بهاني بدأ ترجع تقع بأزمة لبنان ما عارف يستفيد من الأزمة خلال هالفترة عرفتي كيف يعمل شوية إصلاحات ويحط الكابتال كونترول لا ترك الأمور مثل ما هي تديق الجنائي قدامهم لكن التديق التديق قبل التديق هو أمر صار معتمد بشكل تلقائي عرفتي كيف بالمؤسسات وخاصة بالمؤسسات الميلي لأنه حضرتك عم تسأليني عن المصارف وعن المصرف الماركسي التديق هو أمر تلقائي يعني اليوم بحسب لقوينين عرفتي كيف بيحكوا عن مفوض الرقابي اللي هي شركة التديق خارجي يبتجي بتعمل بمجرد ما تمضي هذه الشركة في علاية مسؤولية عرفتي كيف هلأ التديق الجنائية أنا بأعتقد خلص مشي على السك مشي على السك يعني ما بقى فيك تغيري شي للي بده يغير ما بقى فيك تغيري المهم أنه هذا التديق يروح على حسابات الدولة كمان مش بس يوقف بمصرف لبنان نعم هو يقال مش يقال محطوط أنه بالوزرات لا لا محطوط أنت بتعرفي لقوينين مش عم بتطبقوا بس ما هي الشركة أجنبية اسمحيلي اسمحيلي ايه تفضل اسمحيلي بدك تروحي على مؤسسات الدولة في 27 مليار دولار مجهولي المصير بحسب تعبير وزارة المال ستة جريس 27 مليار نعم نعم تعرفي قداش إنه 27 مليار هاو بيوازوا المصاري اللي مدينتهم المصاري في الدولة طيب ليش هاو مجهولي المصير خلينا نروح عليهم كمان خلينا نروح عليهم هذا بيعطي إذا بدك مصدقية وقوة للتديق الجنائي ولكن أنا بأكد لك إنه سياسيا ما رح يقدروا يعملوا التديق الجنائي بوزارة المال ولا بوزارة الطاقة ولا بوزارة الاتصالات ولا بأي مؤسس من مؤسسات الدولة لأنه رح تلاقي عطول في تعطيل لهذا الأمر يعني ما منحنا منشوف المرتكب محاسب أنا بأعتقد لا هذه كتير صعبة كتير صعبة عرفت كيف هلأ يمكن قدرتي إنك تطوقي القطاع المالي لأنه ما في عنده طوايف وما في عنده وما في عنده بس بأعتقد إنه بالدولة إذا منصلى لها الشغلة هاي إنك تقدر تشوفي المرتكب عن جد بتديق جنيئي يكون شو بقوله ناتر بشركة أجنبية ناتر إذا بدك هاي يعني هذا بيكون بيكون مثالي بس أنا بأعتقد إنه نحنا يعني أنا أنا متشائم بهذا الأمر إنه ليسهلوها عرفت كيف سياسيا متشائم إنه يكون في تسيلات سياسية لتديق الجنيئي بهذا الأمر بس لنذكر إنه التديق الجنيئي هو بتكون عم بالدورة على جريمة ارتكبت وبالتالي رايحة بمهمة خاصة هلأ عم بتقول وزارة الميل إنه في 27 مليار دولار مجهولي المصير بحسابات الدولة إذا هاي في جريمة عرفت كيف لأنه مش معقول إنه الدولة حساباتها لازم يكونوا على النيل فإذا هاي جريمة بينطبق عليها التديق الجنيئي تفضلوا أعملوا تديق جنيئي ودوروا عن الفعل ولكن أنا بشك إنه يقدروا ياخدوا هالقرار وبتعرف كمان وبس إذا بتسمحي اللي رح انهي فيها تفضل غياب قطوعات الحساب طبعا عرفت كيف هو لهذا السبب طبعا أكيد وفي حتى كمان في غياب موازنات على مر سنوات مية بالمية هو قطوع يعني قطوعات الحساب كل هالفترة هاي الماضية عرفت كيف هي لأنه يعني فيه ارتكابات معينة صارت عارش تكيف بغض النظر من اللي عمل الارتكابات ما بد يفوت مانا هاني نحنا تحت تندين نحنا عم نحكي عن واقع عام طبع عارش تكيف فيه ارتكابات صارت وما بدون إيها تصار كمان بروفيسور ما منح لم نوصل لنتيجة بموضوع الأموال المنهوبة أو المحولة إلى الخارج قبل ثورة 17-20 احتجاجات 17-20 بشهر أو بشهرين أكبر كمية دولارات كتلة دولار كتلة من الدولار خرجت من لبنان إلى خارج لبنان قبل 17-20 ومن بعد 17-20 بدي سأليك سؤال وقت اللي استقال الرئيس الحريري بالـ 2017 نعم تعرفت داشت ظهر من لبنان دولارات نعم نحنا اقتصاد حر الاقتصاد الحر عرفت كيف فيه له حرية تنقر رؤوس الأموال وهي منصوصة علي بالدستور طلع لبرة أكتر من 6 مليار دولار طيب شو بتعمل كنا هون ميتين على الدولار لا بالـ 2017 ما كانت هاك الأمور بس أنا عم بلّك لو بديك ترجع على الـ 2017 ولا بديك توقفي على الـ 2018 الـ 2018 بس ما إقما أنت بديك تعرفي أنت اقتصاد حر ما فيك تلعب الاقتصاد الحر بزيت الوقت بديك تكسر رئيدان اللي بيطلع مصاري لبرة بس اسمحيلي خديني يا جوة ايه طبعا طبعا تفضل بالـ 2017 الدولة اللبنانية أقرت سلسلة الرتب والرويت صحيح خلقت كتلة نقدية بالليرة مخيفة في كتير ناس حولوا مصرياتهم من الليرة للدولار بالـ 2018 وطلعوا مصاري لبرة لأنه عارفين أنه ما بقى تنحمل القصة بالـ 2019 وبرجع بذكرك من بعد انتخابات 2018 الرئيس الحريري ما قدر يشكل حكومي للـ 2019 صح للاول لـ 2019 واجه يومتا أمير قطر ووعد بـ 500 مليون دولار صحيح كرمال الدولة وما قدروا ينفذوها بسبب يعني أكيد الموانع العالمية عرفت كيف ما قدروا يعطوا الـ 500 مليون دولار فإذن الوضع كان معروف إيه في ناس كتير عرفت كيف بطريقة أو بأخرى طلعوا مصرياتهم لبرة السؤال بدك تحددي هل هو مخالفة للقانون هلأ هون في مبدأ بعلم المال بيسموه دليل دينيسية هلأ هو هذا عادة بيستخدم لكل شيء تريدينج بالأسواق المالية شراء وباع وصول مالية بيعتبروا إنه إذا أنت بتعرف بالشغلة مسبقا يعني مثلا رغطيكي مثال بعرف إنه والله هاي شركة بس لأنه معلوميتي الخاصة عرفت من جوه إنه هاي الشركة بدأت تنبيع بس هاي الشركة بدأت تنبيع يعني مثلا بيكون في حنا بدأت تشتريها بيطلع سعرها بقوم بروح بيشتري أنا من أسهمة على الواطي وبس يعلو أسهمة برجع ببيع لهذه بعمل ربح بدون أي مخاطر بيعتبروا إنه هذا هال الإنسايد تريدينج هذا بيعتبروا إنه مخالف للقانون بكل يعني بكل قوانين الاقتصادات الحرة هون بدك تحددي إذا كان الإنون بيقول إنه تطليع الأموال لبرة عرفت كيف للي كان عارف إنه رح يكون فيه أزمة قبل الأزمة إذا فيك تحطيه بهذه الخانية ولا لا وإلا القانون ما بيجرم تطليع الأموال لبرة ومن بعد الثورة من بعد كمان ما بيجرم القانون لأنك أنت ما عملت كابتال كونترول ما عملت كابتال كونترول بس لكي وين فيكي طلقطي ها اللي طلعوا مصريتون لبرة فيكي طلقطيهم بوسط هيئة التحقيق الخاصة كيف يعني؟ يعني أنت بتروحي بتقليلي لأيلي أنا بنواجيب مصريتك تاخيي تشوف فيكي تسأليني وإليك حق عندك فيكي تقدري حتى تجمديلي أصولي برة أنا فيكي تقدري تجمديلي أصولي برة أنت ضهرت مصاري لبرة فيها ليه هيئة التحقيق الخاصة تجمد لك مصريتك برة بتسأل بس بتح ليا تسأل شغلة وحدة بس مصدر الأموال ليش؟ لأن القانون 55 على 2016 يلي إجا محل 44 على 2015 يلي هو بزيته إجا محل 318 على 2001 عطى لهيئة التحقيق الخاصة عرفتي كيف صلاحيات واسعة بهذا المجال تحقق بيشي بيسموه الأموال غير المشروعة ويلي حددوهم بالمادى واحد والمادى اتنين تعريف شو هي الأموال غير المشروعة واتنين شو هي المصادر مصادر الأموال غير المشروعة نعم بس رح أعطيكي مثال كتير بسيط حالة واحدة بيقدر يعلق من ورا بس أبسط الأمور التهرب الضريبي أنت مش لازم تدفعي شو اسموه ترايب إذا بيلاقوا عليك خصم صغير هالأدن ها فيك تقدر تعلقهم فيها بس تتجي أنا ماني ما بفهم يعني ماني خبير قانوني لحتى أقدر أكيد هذه بديك واحد خبير قانوني ولكن في إلي بيها القانون هذا 55 على 2016 تقدري تلاحقي فيها رؤوس الأموال لأنه قانونيا أنت ما عملت كابتال كونترول حتى تقدري تمنعي خروج هذه الأموال وتعتبريهم مخالفة للقانون هادي هي الأسيس هلا رح أطيكي مثال وبوقف هون لأنه بعدين رح يصير مثل ما بقوله في أنا مثلا رح أطيكي مثال استفدت مثلا من دولارات مصر في لبنان على 3900 ورح أتبعت على السوق السوداء فهمت أنه أنا تيجر أنا بحكي عن حالي حتى ما أتهم حدا عرفتي كيف ويصير يعني يعني يعمله هون أنا استفدت من المال العام أنا استفدت من المال العام حققت أرباح وأكيد مش دافع عليهم ضرائب لأنه بتعرفي حضرتك أنه التجار عم يقبضوا بالكاش فإذا هاو فيكي تقدري تلاحقيهم فيكي تقدري تجمديلهم حسابيتهم إذا كان لازم بحي الله مطرح بالعالم فإذا فيه دخولية لألة منتو هلقد الأمر ما يقوس منه هلأ بالنسبة إذا اعتبرت أو إذا قدروا يحددوا قانونيا أنه في شيء اسمه أمويل منهوبة بين هللين في عندك مبادرة اسمها ستار يلي هي مبادرة بين البنك الدولي والأمم المتحدة إضافة على هذا القانون يلي هو هي دي جاي كدعم لمعاهدة مكافحة الفساد يلي مضي عليها لبنين بـ 22 نيسان لألفان وتسعة فإذا إحنا لنا حق أن نفوت به هاي هاو الاثنين أورجانيزم بساعدوك إذا في حدا سيرق مصاري يعني حدا بمنصب وزير رئيس موظف كبير عرفت كيف من اللي كانوا مسؤولين إذا كانوا نطيلع مصاري كتير لبرة بتقدري أنت يعني بتعرفي حضرتك المصاري ما بيخلوهن مثل مهنين والله حول من هذا البنك بس يحولهم لهونيك بروح بيشتري فيهم إشياء بينقلهم ع غير بنوكي لحتى ما يضل فيه أثر لقلهم بس هني عندهم هادي المبادرة ستار بتقدر تسمح لك عرفتي كيف أنه تتعقبيون وبيساعدوك ما بتستردي المبلغ بالكامل بس بتستردي قصم كبير وهوني منعرف نحن أنه في بلدين مثلا مثل بتونس ردولون يعني فيه عدد معين من البلدين ردولون هاو قصم منهم للمساري للمسروعين بس بالمطلق باقتصاد حر التحويل عرفتي كيف يعني ما بشكل مخالفي إلا إذا كان فيه كابتال كونترول كابتال كونترول منه موجود كابتال كونترول منه موجود بس فيه عندك بيب يعني ما سكرتي عندك بيب اللينون 55 على 2016 هذا بيب فيك تقدري يعني ماذا عن اضراب المصارف بروفيسور وتدعياته طبعا على حياتنا اليومية هل إضراب المصارف يعني هذي شغلة مثل ما بقوله غير معهودي باقتصادات حرة باقتصادات مثل اقتصادنا لأنه المصارف هي عصب الاقتصاد عصب الاقتصاد وبالتالي أكيد فيه رح يكون تدعيات سلبية على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين وكلنا بنعرف يعني ما بدي هل قد خبرت حتى يقولولك إنه إذا ما كان موجود المصرف ما بعرف بأي طريقة أنا بدي أقدر أقبض معاشي آخر الشهر أو ما بعرف بأي طريقة هلأ بدي روح ومع الشباب ها والأوادم يلي عم بيفرضوا علي إنه يدفع بالكاش كل شي بيشتري ما بعرف كيف بدي يقدر إسحب من الاتم والاتم فاضي فإذا فيه تدعيات وفي نهيكة عن إنه حكينا فيها بالأول قصة الدولار الدولار هلأ بدي يرتفع لأنه هن يبي لأنه هن بيعرضوا دولارات للبيع على منصة صيرفة ويعني وكمان فوق هدا وكله غيابهم تعرفي حضرتك إنه كل التجارة العالمية بتمرق باعتمادات يعني من خلال المصارف طب إذا ما كانوا فاتحين يبدك تستوردي من الخارج فإذا لا أكيد فيه تدعيات سلبية وهذه التدعيات يعني إذا استمر الإضراب أو مددوه أو 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 هذا أكيد رح يكون فيه عنده تدعيات مؤذية وسريعة يعني دغري رح تنشاف على الأرض طيب ارتفاع أسعار السلع الغذائية قديش رح يتأثر هذا الموضوع لأنه هو بوقت كان شوي في استقرار وكنا عم نشوف هلأ هون هوني كمان يعني هلأ اللي رح نحكيه مش رح يعجب ناس بس بالنتيجة هذا رأينا إذا بيعتبروا أنه الرأي جريمي يعتبروا هذه مشكلتهم حضرتك بتعرفي أنه نزلت دولار من 33 ألف إلى 20 ألف غلية الأسعار الأسعار ما نزلت بزيت المستوى خليني أقول يعني مثل ما بقوله أعطي مثل ما بقوله هذا أول بنيفيس دودود نزلوا بس ما نزلوا أكيد ما نزلوا بزيت الإيمية اللي نزل فيها الدولار بالسوق السوداء تجار بيقولوا لأنه شاريينهم على مش بهم مش بهم خلينا خلينا نقول بهال هلأ شوفي هلأ رح يرتفع على الدولار فجأة هلأ رح يعبوا ستوكات تباولهم كله مستورات رح يعبوا ستوكات تباولهم ورح يرفعوا الأسعار نتيجة ارتفاع رح يطال كل شي زيارة عن هيك في عندك لازمة الأوكرانية فإن رح يرتفع الأسعار طوال أعاطي أنا يرتفع بهالأسبوع اللي يجي والأسبوع اللي من بعد الأسعار ممكن ترتفع بين الخمسة عشر للأربعين بالمية حتى رح أطيكي وهذه أنا يعني بتمنى اللي عم بقولها على منبرك عرشت كيف خليهم يطلعوا يردوا يقولوا هالحديث صحيح أو كذب إشاعة أو لا هي في شي منه الشركات اللي بتستوردوا النفط عم تطلب من المحطات يدفعوا مية بالمية بالدولار وهذا بيعني إنه صاحب المحطة يا أما بده يصير يعمل مثل التاجر يعني بدل ما يبيعك مثلا أنت بتعرف أنت أنه بتطلع وزارة الطاقة بتطلع سعر سعر صفيحة البنزين ما فيك تتخطيها يعني ولا بتصير عم بتخيل في بيصير ويعمل فإذا يا أما بدك تتفعله بالدولار بقيمتها يا أما أنه رح يبطل يجيب بنزين طب بس هذا شو ما نخبر لي يا بروفسور لا خليوني يطلعوا يقولوا ما أنت شوفي هاي هي المشكلة المشكلة إنه عرفتي كيف هون القضاء لازم يتحرك أنا رح أعطيكي شغلي قال لي هذا الزلمي صاحب هاي المحطة قال لي أنا هاي آخر نقلت بنزين بجيبها على محطتي قال لي لأنه لابس ترجي بيع هيك وبزيت الوقت أنا بدي يخسر من هون طبعا فإذا ما رح أجيب بنزين بقى يعني معناتها في عنديك حل من اثنين يا بتدفعي بالدولار عرفتي كيف يا أما أنه بطلوا يجيبوا بنزين تابعوا لي ما معه الدولار هذه هذه صفت عرفتي كيف هذه صفت لتعرفي أديش فيه غياب أديش فيه غياب للرقابة وأنا هوني بتمنى إذا حدا نعم يسمعنا من المعنيين يتصل عرفتي كيف وتحت الهواء نحنا مستعدين نعطيهن الأسماء والتفاصيل لحتى يقدروا يعملوا بهالعمل هذا الموضوع يعني معناتها أنت هلأ هاي الجمعة والجمعة اللي جاي رح تشوفي طوابير على حالة بالبنزين ومجبورين يدفعوا بالدولار هو عم بلك يا أما التاجر بقول يعني صاحب المحطة بقول أنه أنا بتعطيني بالدولار ببيعك ما بتعطيني بالدولار ما ببيعك يا أما ما رح يجيب بنزين على الخالص لانه ما بفوت باللعب بيقلك أنه أنا بخسر هلأ ما بدي يفوت هوني يعني يعني مني مني متعاطف مع صحاب المحطات ما تفكريني متعاطف ولا متعاطف مع الشركات المستقبل أنا عم بقول كمواطن شو اللي نطرني اللي نطرني رح يزير في على هذا الصعيد مشكلة وهي المشكلة حقيقية ماناش مشكلة وهمية يتفضل ويتدي ركوة قبل ما توقعها طيب وحضرتك ما تنسي أنه الدولار عم يرتفع والتوقعات أنه يستمر يرتفع فإزان يعني معناتها أنه الأزمة ممكن تكون تصعودية مع الدولار وهلا كمان أصحاب السهريج كمان حكيوا عن أضراب والهيئة الأوضاع من التوترة طيب بروفيسور كل هالخلاصة اللي عم نحكيها من توتر أوضاع أسعار المحروقات لتوتر أو عدم الاستقرار بأسعار السلع عدم الاستقرار بسعر صرف الليرة في مقابل الدولار كل هيدا هالخناء الذي يطوق اللبنانيين سوف يؤدي إلى ماذا إلى انفجار اجتماعي إلى تطيير الانتخابات ربما لين بدنا نوصل أكيد أول شيء خليني أقول بالنسبة للانفجار الاجتماع أكيد أكيد بدون يكون في مشكل لأنه عندك عدة عوامل بزاة الوقت عندك ارتفاع سعر صرف الدولار عندك المصارف اللي مسكرة عندك الأزمة الأوكرانية وعندك الفساد والاحتكار كلهم ها بدون يترجموا بمين بدون يترجموا بالمواطن بدون يترجموا بحياة المواطن المواطن لحد هلأ عم يقدر يبلع الموس لأنه بعده عم يقدر يستحصل على كمية من المصاري عم بتغطيله حاجاته يلي أللها حتى لو أللها بس بعد عم بتغطيله وقت اللي ما بقى رح يقدر يستحصل على هذه الموت أكيد هوني رح يكون فيه اضطرابات اجتماعية هلأ المخاوف وين المخاوف أنه هده الاضطرابات الاجتماعية ما تتحول عرفت كيف لأشياء أمنية نعم وهذا العمر بيعني بكل بساطة أكيد انت هوني فت ببعد تاني لأنه شو بديك تقولي بديك تقولي له لعنصر الجيش أو لعنصر قوال أمن الداخلي وروح يحبسه لهذا اللي عم يعمل أشياء مش منيحة لأنه هو جعان بس ما له حق يحكي أنا ما بعرف كيف شو هي التبرير الأخلاقي لها الشغلة هذا طيب الزلمي أو الشخص أو العيلة ما معنى يأكله شو ناطر منه ولو ابن خلدون قال بقى البساطة أنه بس يصير فيه فقر عرفت كيف الأخلاقي بتنفقت ما بتعود فيك تلتزمة بأوانين ولا بتعود التزمة ولا بتعود بتعمله فأسلا شي طبيعي هذا الأمر بيجي تحت يتراكم كعامل إضافي صار عم بيرجح أكتر عدم حصول الانتخابات لأنه لايك إذا صار شي أمن أكيد هذا عزر كيفي وبتتذكري حضرتك أنه قراري أجلوا قبل بمرة صحيح عن هذا الموضوع كرميل شو كرميل العنصر الأمنى اثنين إذا غل إذا يعني رح نفترض أنه ما في عنصر أمنى مجرد عدم قدرة المادية أني تسحرك ومع غياب يعني القدرة المالية كيف أنا بدي روح على ضائعة حتى أقدر صوت ما رح أقدر صوت يعني عرفتي كيف يعني ما ما حدا رح يعملها رح يروح يدفع مصاري كرميل ورح يقل لك بحساباته هو الخاصة أنه أنا صوتي شو رح يغير بالعملية شو رح أقدر غير ما رح أقدر غير شي فإذا خلاص بليها هوني يعني مثل ما بيقولوا فيه احتمالين عرفتي كيف أو ما بتصير الانتخابات أو بتصير الانتخابات بس بنسبة مشاركة متدنية وهوني بتفوتي بمشكلة تانية شرعية أو عدم شرعية الانتخابات إذا كانت نسبة الابستنسيون كانت عالية عرفتي كيف أنه والله لنسبة اللي صوت وما سنفترضي أنه تخطط الستين أو خمسة وستين بالمئة شو بتعمل أنه بعد بتحكي عن شرعية بهذه الانتخابات هوني رح تفوتي بمتيها تانية رح يقول لك أنت مجلس مش شرعي أنت مجلس ما بعرف شو أنت مجلس أنا ما يعرف كتير بالغوانين اللي حتى قدر قل لك بس اللي في يقول لك هي أنه فتحتي بيب لعدم الاستقرار الاقتصادي لاحقا لذلك أنا عم شوف أنه العوامل عم تتراكم باتجاه عدم حصول الانتخابات ألا بيقول لك أنه وهذه حضرتك عم تسمعي يعني حضرتك مثل ما بقوله بقلب الحدث عم تسمعي أنه عم بيقول لك أنه والله في فيتو أحمر خط أحمر من الخارج أنه الانتخابات بدت تصير وإلا 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 طيب إذا الناس ما بتقدر بحث مادية بحث ميلية بحث كيف بدأ تصير الانتخابات لا حتى كمان يمكن عم نحكي شوي سياسة بس كمان بالمقابل حضرتك النظرية اللي قلت أنه في خطوط حمر دولية وما إلى هنالك أيضا في نظرية بتقول أنه اللاعبين الأساسيين الدوليين في لبنان ومنهم الولايات المتحدة كمان بدت تطير الانتخابات ليش لأنه في ملفات صارت أولوية أكتر بالنسبة لألا من الملف اللبناني ما بعرف هل عم نحكي بالسياسة بس بروفيسور كمان رح يكون في إلا تداعيات على حياة الناس إذا لم تحصل الانتخابات أكيد إذا ما فيه انتخابات عرفت كيف يعني تعرفي حضرتك أنه فيه شرعية عاد عن الشرعية القانونية اللي بتخديها لأنه الردي رح ي هذه ما بنعرف بقصة التمديد يعني رح فرجيكي كيف الصعوبة بس لحتى تقدر ماني عم بحكي سياسي وما بهمني حكي سياسي بس هي سيناريوات تنسقطة على الاقتصاد بتقولي أنه بدو يمدد المجلس النيابي لنفسه لأنه جيل الانتخابات يعني مددتي للمجلس الحالي صحيح مددتي 14 شهر 15 شهر سنين اللي بدك فيه تمديد يعني معناية أنك أنت أجلت هلأ عم بيلولك فيه كتل نيابي يوزني عم بيلولك أنه نحنا منستقيل بس تتمددي المجلس النيابي بس يمدنه يعني نهار من بعد 15 أيار ما بقيين طيب هون شو بديك تعمله شو فيك تعمله سقطت حكما سقطت المجلس النيابي الحكومة بدأت استمر أوكي بدأت استمر بس شو فيه بعد قوة سياسية تقدر تزبط هاللعب لأنه بالمبدأ المطبخ الأساسي للسياسات عرفت كيف أو صانع القرار الأساسي هو المجلس النيابي الحكومة بتاخد بتاخد استقى من المجلس النيابي القوانين يصوت عليها بالمجلس النيابي القوى السياسية المثلة بالمجلس النيابي عم بتكون ممثلة بنسبة كبيرة بالحكوم بالمطلع ما بقى فيك تعملي اتفاق مع صندوق الناد لأنه عندك قوانين بدك تصوتي عليها الشرعية الدولية إذا كان صادق هذا الحديث أنه هذا خط أحمر الانتخابات بتكون تنتبهوا لهذا الأمر بعد رح تقبل تحكي ما حكمت الرئيس مئاتي من بعد هذه الفترة فإذا هون أكيد دخلتي ببيب آخر سياسي آخر بس بس اقتصديا رايحة لوضع أسوأ لأنه تعرفي حضرتك لا يوجد مساعدات ميلية من خارج إطار الاتفاق مع صندوق النقد المساعدات جل ما في هذه المساعدات هي مساعدات إنسانية في فرق بين اتنين المساعدات الميلية بيعطوكي مصاري تطلع من أزمتك ثلاثة مليار أربعة مليار اللي هني بيطلعوك من أزمتك وبتيجي بتجيبي استثمارات وبتخلصي هيك من مشكلتي المساعدات الإنسانية بصيروا يحطولك كراتين إعاشات وبيصيروا يعطوك إياهون وبيصيروا يدفعوا عنك مدارس يمكن يتحسنوا عليك بباخرة تضوي لك شوي يمكن يعملوا من هالأمور هذي هذي اسمها مساعدات بيجبولك حليب بيجبولك الطحين عرفت كيف بس مساعدات بتصير مساعدات عيني هوني تحولت يعني بدون أدنى شك لدولي فيشلي بكل معنى الكلمة هلا أكيد يعني فيه سيناريوات سياسية أنا ما يعني ماني ماني كتير ضليا فيهون يعني أكيد هوني بدي يكون حدا يكون دارس السيناريوات هذي ويقدر يعملها بس أقتصاديا أكيد رايحين للأسواق في حال لم تحصل هذي الانتخابات واللي أصعب من هذا وكله سيناريوات أكيد اللي عم بقوله أنا ماني عم بقوله لحتى مثل ما بقوله خوف الناس بس الناس لازم صارت تعرف لأنه وصلت الصلاة لمراحل ما بقى فيك تخبي إشياء الصعوبة إذا كان رأس الواقع مثل ما هو هلأ يعني ما عطيت الأكتري لمجموعة يكون عندها ذات الرؤية الاختصادية لأنه أنت اللي بدك صار صار بدك أكترية نيابية مش يكون عندها رؤية سياسية لأنه هاك على الأساس عم بصوتهم طبعا كل المجالس النيابية من 2005 إلى اليوم هي على أساس سياسية عم تاخد الأكترية النيابية اليوم صار اللي بيهم أكتر أنك تاخدي أكترية نيابية برنامج اقتصادي إذا عندهم زيت الرؤية الاقتصادية ما في أهيا من أنك تطلع من أزمتك صارت الأقوانين بتمشي مثل المي من الحكومة للمجلس النيابي عرفت كيف وقل إذا كرست الواقع مثل ما هو شو اللي رح يتغير ما بعد الانتخابات يعني اقتصاديا حسب ما تفضلت حضرتك فينا نقول بعدنا باللوش إذا بدنا نبسط الأمور الأيام اللي جاية أنا بتمنى يعني عرفت كيف بتمنى أنه يعرفوا المعنيين والمسؤولين أنه تفقير الشعوب فيه له تدعيات كتير كبيرة حضرتك بتعرفي أنه مش عن براءة كتب البنك الدولي بتقريره الشهير الكسيد المتعمد ومش عن براءة عملت اليونيسيف تقريره أنه 30% من أطفال لبنان بناموا بطون فاضية هاو فيه لهم تدعيات ممكن توصل بوقت من اللوات تعطي مادة قانونية لفرط عقوبات على أصحاب القرار هذي بدون يعرفوه من هون وبالرايح أكيد كل واحد يتحمل مسؤوليته بهذا الصعيد ويقرروا هني بحسب شو بيلاقوا الناس وحسب شو بيملي عليهم ضميرهم بس بأكد لك الدولة اللبنانية اليوم عاجزة وهذا هو إذا بدك صميم وصل بتعريف الدولة الفاشلة عاجزة عن أنه تأمن أبسط الاحتياجات لشعبه مين المسؤول إذا بدنا نحكي عما وصلنا إليه اليوم أليس من 30 سنة لليوم كنا نعيش في ظل اقتصاد ريعي نبدأ السياحة طبعا على أهمية هذا القطاع نحنا بلد سياحي بامتياز على الصناعة المحلية والزراعة المحلية وتطوير الأرياف أو إنماء الأرياف وحطوا مصرياتكم بالبنوكية اللبنانية ومنعطيكم عليهم فايدة عالية وما حدا بقى شغل مصريات هذا الاقتصاد اللئيم الاقتصاد الريعي مين عايشنا بيظلوا 30 سنة وصلنا لهون اليوم بس لأنه صار فيه احتجاجات لأنه لا لأنه فيه زمرة من الفاسدين حكمونا 30 سنة وحطوا سياسات وهندسات مالية اسمحيلي اسمحيلي أول شي بديك تميزي الاساس بالجوهر هو الدين العام مبدئيا بالدول الدين العام تابعولك يعني بتقترضي كدولي كرميل تعملي استثمار الدولي ما اقترضت تتعمل استثمارات طيضبوهم بجيبو صح هلا يعني ما بدي يقول بها الصورة هادي انا بترك باستخدم تعبير وزارة المال حتى لا مثل ما بقولوا اتهم اني انا عم بتجنة عم بقول لحضرتك بتقول وزارة المال في 27 مليار دولار مخفيين مجهولي المصير لا لا خلينا نستعمل زي التعبير احسن ما يقولوا احسن ما ايه مجهولي المصير لنا نراعي لهم شعورهم نعم لا هدي على قليلة ما فيهم شي ليحقوكي اوك شو اني ليحقوكي ما انتي عم بتقولي شو هني اقيلو نعم مئة مليار دولار من المفروض كانوا يكونوا راحوا على استثمارات سنويا ستة جريس عندك من سنة الالف وتسعمية وتلاتة وتسعين لسنة الالفانو وتسعة عشر عندك عجز سنوي بقيمة معدل هذا بقيمة 3.2 مليار دولار 3.2 مليار دولار فيك تليلي عشو كنوا عم يستثمروا ما كانوا عم يستثمروا على الشي الفساد ماشي الهدر ماشي كل شي ماشي واكيد لانو انتي بس تقولي مئة مليار دولار بدك تشوفي وين هال مئة مليار دولار يليلي شو هني شو هني الاشياء اللي استثمروا فيهم بس يليلي شو الاشياء هالي عم قولوا رح قولة رح قوللى حضرتك شغلة أنا بعتقد عرفتي كيف في بمرحلة من المراحل السياسة الاقتصادية بفكروا أنه كل واحد بيجي على منصب أنه خلص هذا المنصب ما في أهيا منه بدك تيجي بدك تصنع سياسات بدك تصنع سياسات بده يكون المسؤول راسه هالأد لحتى يقدر يصنع سياسات اقتصادية بالزمين مارجاريت تاتشر هلأ يمكن فيه ناس كتير يعني مشوعيين لهذه مارجاريت تاتشر بتعرفي حضرتك أنه سموها بالمرأة الحديدية لأنه راحت على الرغم من الرأي العام البريطاني خصخصت كل القطاع العام عملته قالها أنا لا أشيد بهذه بس أنا أشيد بشخصيتها قداش كانت قوية في مجتمع ذكوري بهذاك الوقت وإلى ما هونالك وخبريات من هالخبريات يعني عطيتها صورة قوية هلأ مارجاريت تاتشر بالثمانينات كان عندها مشكلة يعني بأول ثمانينات عندها مشكلة كتير كبيرة باقتصادها وبالتالي طلبت من أحد الاقتصاديين أنه لقي لي حل لأزنتي اخترع على طريقة ونشر مقال وسمى هذه المنهجية المربع الذهبي هوني بتحسي أنه في سياسات تصنع تصنع طبقتها مارجاريت تاتشر طيب هوني شو هن السياسات اللي عندك بيجي وزير بيمحي كل شي فيه قبل منه وبيرجع بيبلش عن جديد بيليك عم حط استراتيجية ضميريا ستة جريس ضميريا خلي الرأي العام يحرك يحكم بكل الوزارات رجع يعملي للأرشيف تطلع على الأرشيف وشوفي شو بيقوله عم نوضع استراتيجية لك يا أخي صالكن 30 سنة بتحطوا استراتيجيات محلش استراتيجيات خلاص بس يجي كل واحد عرفت كيف كأنه هديك اللي عمله قبل منه ما قلوه شي ولا قلوه لزوم ولا قلوه عازي بيرجع بيبلش استراتيجية بيرجع بيجي اللي من بعده وبدو يصير يعمل استراتيجية لم يكن هناك من سياسات اقتصادية هي بالحقيقة مجموعة ملفات بيصيروا يجمعوا من هان ومن هان ومن هان أو بيرجعوا بياخدوا اشياء مكتوبة وبيعملوها انه هن صاغوا استراتيجية ما معنى وقت نكفي لانه استقيلت الحكومة أو تعطلت الحكومة ما بحياته كان فيه سياسات اقتصادية والسياسة الاقتصادية سبت جريس الحديثي من سنة الخمسة وسبعين لليوم لم تعد اقتصادية بمعنيها البحث يعني بس اقتصاد عنده ثلاث أبعاد بعد اقتصادي بحث بعد اجتماعي وبعد بيئي ثلاثتهم فزعنا فيهم ثلاثتهم فزعنا فيهم لذلك انا بعتقد بعتقد لا بدي اقول بسبب حكومة الوفاق الوطني وا 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 الكل يتحمل مسؤولية لغياب هذه السياسات شكرا لك بروفيسور جسم عجي هذا شرف لك شكرا لك اهلا وسهلا فيك شرف لنا مشاهدين شكرا لحسن متبعاتكم نبط بيروت الى اللقاء في الاسبوع المقبل اشتركوا في القناة شكرا لك